بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسنين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم إن شاء الله سوف نتناول الصفحة 12 من كتاب الجديد في الرياضيات للمستوى السادس ابتدائي أستثمر وأقوم تعلماتي أقرأ الجملة الآتية حسب الإحصاء العام للسكان لسنة 2004 بلغ عدد سكان المغرب 29.891.708 أكتب هذه الجملة بكتابة الأعداد بالأرقام إذن هذه الجملة تستضمن أعدادا وهي مكتوبة بالحروف سوف نكتبها كتابة بالأرقام أنقر الجدول التالي وأكتب عدد سكان المغرب إذن عدد سكان المغرب سوف نكتبه بالأرقام الوحدات الألاف الملايين الملايين إذن الوحدات تتضمن الوحدات العشرات المئات الآلاف الوحدات العشرات المئات الملايين الوحدات العشرات المئات والملايين وحدات العشرات المئات إذن كل فصل يتضمن وحداته وعشراته ومئاته إذن سوف نبدأ بكتابة العدد إذن تسعة هنا يعني تسعة وعشرون مليون تسعة وعشرون مليون إذن سوف نذهب لفصل الملايين ونكتب تسعة وعشرين مليونا يعني تسعة وعشرون مليونا تسعة وعشرون وتمانمائة وواحدا وتسعين ألفا وتمانمائة وواحدا وتسعين إذن تمانمائة وواحد وتسعون ألف تمانمائة وواحد وتسعون إذن ألفا يعني في فصل الآلاف تمانمائة وواحد وتسعون ألفا وسبعمائة وتمانية يعني الوحدة سبعمائة وثمانية إذن هذا هو العدد يعني بالنسبة للملايين تسعة وعشرون مليون بالنسبة للآلاف تمام أم وواحد وتسعون بالنسبة للوحدات سبعمائة وثمانية إذن تسعة وعشرون معليون وتمانمائة وواحد وتسعون ألفا وسبعمائة وثمانية. السعين بجدول لكتابة الاعداد بالارقام. اذا هذه الاعداد سوف نكتبها بالارقام. بالنسبة اكمل الجدول بكتابة الاعداد المناسبة لهذا الجدول. اذا نجيب اولا عن السؤال الاول. يعني سوف نكتب هذه الاعداد بكتابة بالارقام بالاستعانة بجدول. اذا بالنسبة للعدد الاول. ثلاثمائة مليون ومائة وخمسة وسبعون الفا وخمسة عشر. اذا ثلاثمائة مليون. اذا الملايين. ثلاثمائة مليون. ثلاثمائة. اذا ثلاثمائة مليون. ومائة وخمسة وسبعون الف. يعني فصل الالاف مائة وخمسة وسبعون. مائة وخمسة وسبعون الفا وخمسة عشر. الوحدات خمسة عشر. المائة الموجودة نضع صفر. اذا ثلاثمائة مليون ومائة وخمسة وسبعون الفا وخمسة عشر. بالنسبة للعدد التاني مليار ومليون والف. اذا مليار فصل الملايين. يعني الاصفر. ستمائة وتلاتة وتمانون الفا وواحد. هذا العدد يتضمن فصل الالاف. ستمائة وتلاتة وتمانون. ستمائة وتلاتة وتمانون الفا وواحد. هنا اضفنا صفرين. عشرة الاف وستة. عشرة الاف. يعني فصل الالاف. عشرة الاف وستة. واضفنا صفر في الاماكن الفاريخ. هنا. واكمل الجدول بكتابة الاعداد المناسبة. اذا نكمل هذا الجدول. اذا بالنسبة للمثال. مليون واربعمائة واثنان وخمسون الفا وستة مئة وسبعة وتمانون. العدد الذي يسبقه ننقص منه واحد. دائما ننقص من العدد واحد. يعني سبعة ناقص واحد يساوي ستة. هنا العكس نضيف واحد. العدد الذي يليه نضيف واحد. سبعة زائد واحد يساوي ثمانية. هنا العدد الذي يسبقه وينتهي بستة اصفار. نكتب ستة اصفار. العدد يتكون من سبعة ارقام. يعني ثلاثة ارقام ثلاثة ارقام برقم. يعني هنا ثلاثة اصفار. ثلاثة اصفار. كم بقي? بقي واحد. ونكتب واحد. هنا العدد الذي يليه وينتهي بستة اصفار. نكتب ستة اصفار. العدد الذي يلي واحد. هو اتنان. بالنسبة للعدد الموالي. اربعة وتمانون مليونا وتلاتمئة او خمسة واربعون. العدد الذي يسبقه. ننقص واحد. نقصنا واحد من خمسة. أعطى اربعة. هنا اضفنا واحد الى خمسة ستة. بالنسبة للعدد الذي يسبق انتهي بساتة اصفار. ستة اصفار. بقي اربعة وتمانون. هنا اربعة وتمانون. اضفنا الى واحد خمسة وتمانون. كذلك بالنسبة لهذا العدد. العدد فان انا اضفنا واحد. هنا ستة زائد واحد سبعة. بدنا ذ orientation. العدد الذي يليه اضفنا الى واحد سبعة زائد واحد تمانية. وهنا العدد الذي يسبق هو انتهي بستة اصفار. ستة اصفار بقي ستة وعشرون. هنا اضفنا واحد الى ستة وعشرون لان العدد الذي يليه وينتهي بستة اصفار. يليه يعني الذي يأتي بعده. اذا الذي يأتي بعد ستة وعشرين هو سبعة وعشرين. ورتبوا الاعداد ترتيبا تزايديا باستعمال رمز مناسب. اذا سوف نرتبوا لأعداد ترتيب تزايدي يعني الترتيب تزايدي من الاصغر الى الاكبر. اذا هذه هي الاعداد. اذا نكتب فصل الوحدات الالاف الملايين لكي يسهل علينا الترتيب. اذا سوف نبحث عن اصغر عدد. اذا اصغر عدد هو العدد الذي يحتوي على يعني اصغر عدد من الارقام. اذا هذه الاعداد كلها تتكون هذه من ثلاثة فصول ثلاثة فصول هنا من فصلين ثلاثة فصول ثلاثة فصول. اذا العدد الذي يتكون من فصلين هو الاصغر. يعني ليس اه لا يتضمن فصل الملايين. هنا الالاف والوحدات. اذا اصغر عدد. هذا هو العدد الاول. ثم ننتقل بعد ذلك الى العدد الذي له. اذا بقي هنا في الملايين اتنان عشرة مئة ثلاثة. اذا اتنان هو اصغر هذه العدد. هذا هو العدد التاني. ثم بعد ذلك ثلاثة ملايين هو التالت. بقي مئة مليون وعشرة ملايين. عشرة هو العدد ثم المئة هو العدد الاخير والخامس. اذا ويصور علينا التعتيب. اذا نكتب اول عدد هو تسعمائة وتسعة وتسعون الفا وتسعمائة وتسعة وتسعون. اصغر من العدد الثاني. مليونان وتسعمائة وتمانية وسبعون واربعمائة وستة وخمسون. ثم العدد الثالث. ثلاثة ملايين ستمائة وتمانية وسبعون الفا وخمسمائة وواحد وتسعون. اذا بعد ذلك العدد الرابع عشرة ملايين مئة وواحد الفا وتلاثمائة وتلاثة. والعدد الاخير مئة مليون. هذا هو العدد الاكبر. ورتبوا الاعداد ترتيبا تناقصيا باستعمال الرمز المناسب. هنا سوف نبدأ باكبر عدد يعني ترتيب تناقصي. اذا سوف نعتمد نفس الطريقة. اذا نكتب الاعداد ليسهل علينا الترتيب. اذا هذه هي الاعداد. اذا فصل الوحدات فصل الالاف فصل الملايين. اذا اكبر عدد سوف نقارن فصل الملايين مئتان وتمانية احدى عشر خمسة اربعة. اذا مئتان وتمانية هو الاكبر. اذا هذا هو العدد الاكبر. اذا مئتان وتمانية مليون وسبعة وخمسون الف وتمانية واثنان. واسعمل الرمز اكبر منه. اذا هذا هو اول عدد. بقي احدى عشر خمسة اربعة. اكبر هذه الارقام هو احدى عشر. اذا هذا هو العدد الثاني. اذا احدى عشر مليونا تمانية وخمسون الفا. وخمسة وتمانون. نبحث عن العدد التالت. اذا بقي خمسة اربعة. خمسة اكبر من اربعة. اذا هذا هو العدد التالت. خمسة ملايين وتمان مئة وستة وسبعون الفا. وخمسمائة واربعة وتلاتة. اذا نبحث عن العدد الرابع. اذا اربعة ملايين. اذا هذا هو العدد الرابع. اذا اربعة ملايين تمانمائة وستة وسبعون الفا. العدد الاخير يعني العدد الاصغر. هذا العدد لا يحتوي على فصل الملايين. اصغر عدد. تسعمائة وسبعة وتسعون الفا. وخمسمائة واثنان. باستعمال الارقام ثمانية خمسة اربعة اثنان فقط اكتب خمسة اعداد من اربعة ارقام. سوف نكون يعني خمسة اعداد من هذه الارقام. وهذه الاعداد تتكون من اربعة ارقام وارتبها من الاصغر الى الاكبر. اذا اولا سوف نكتب خمسة اعداد تتكون من هذه الارقام. اذا طلب من خمسة اعداد. تتكون من اربعة ارقام. سوف نرتبها من الاصغر الى الاكبر. وارتبها من الاصغر الى الاكبر. اذا كلها تتكون من اربعة ارقام. يعني رقم الالاف سوف نقارن رقم الالاف. لنبحث عن اصغر اعداد خمسة ثمانية اتنان اربعة خمسة. اذا خمسة تمانية اتنان اربعة خمسة. اذا اصغر هذه الارقام هو اتنان. اذا هذا هو العدد الاصغر. ثم بعد ذلك خمسة ثمانية اربعة خمسة. اذا لدينا اربعة. هو اصغر هذه الارقام. اذا العدد التاني. خمسة ثمانية خمسة. اذا خمسة خمسة. رقم المئات اتنان ثمانية. اذا هذا هو اصغر. اذا ثلاثة. ثم العدد الرابع. وبقي اكبر عدد. هو العدد الخامس. الفاني واربعمائة وخمسون. اصغر من اربعة الاف وخمسمائة واثنان وتمانون. اصغر من خمسة الاف ومئتان واربعة وتمانون. اصغر من خمسة الاف وتمانمائة وتمانية وعشرون. اصغر من ثمانية الاف وخمسمائة واثنان واربعون. اكملوا ملء الجدول. اذا لدينا العدد. رقم الالاف. عدد الالاف. رقم الملايين. عدد الملايين. رقم الملايين. عدد الملايين. اذا بالنسبة لهذا العدد رقم الالاف. رقم الالاف دائما يكون رقم واحد. رقم هنا عدد. يعني نفرق بين رقم وبين عدد. رقم يعني رقم واحد. عدد يمكن ان يكون واحد او اثنان او ثلاثة او اربعة على حسب العدد. اذا رقم الالاف. رقم الالاف صفر. عدد الالاف. عدد الالاف من الصفر الى اليسار. نكتب جميع الارقام. اذا من هنا الى هنا. رقم الملايين. اذا رقم الملايين سبعة. عدد الملايين من سبعة الى هنا. رقم الملايين ثلاثة. عدد الملايين ثلاثة عشر. العدد الموالي. رقم الالاف صفر. عدد الالاف من هذا الصفر الى الواحد. رقم الملايين. صفر. عدد الملايين من الصفر الى هنا. رقم الملايين. رقم الملايين واحد. عدد الملايين واحد. بالنسبة لهذا العدد رقم الالاف صفر. عدد الالاف نكتب من صفر الى هنا. رقم الملايين صفر. عدد الملايين من هنا الى هنا. رقم الملايين واحد. عدد الملايين واحد. احدد العدد المناسب داخل الخانة لتفحقق المتساوية. اذا هذه متساوية. يعني هذه الاعداد تساوي هذا العدد. سوف نكتب العدد الذي ينقصه. يعني هذه المتساوية. سبعمائة الف. اذا سبعمائة الف. سبعمائة الف. خمسة الاف. خمسة الاف. اربعمائة. اربعمائة تلاتون اتنان. اذا ما هو الرقم الذي لم يذكر هنا هو ستة. ما هو موقعه داخل العدد? اذا داخل العدد فهو يمثل يعني عشرات الالاف. عشرات الالاف. اذا هنا سبعمائة وخمسة وسيتون. اذا هنا خمسة سبعمائة وخمسة وسيتون الفا. يعني سبعمائة وستون وخمسة. اذا ستون الفا. اين هنا ستون الفا? هذه البطاقة صاحبة لون الاخضر. اذا ستون الف. هذا هو العدد الذي ينقص. احدد ما يوافق العدد المكتوب بالحروف. اذا لدينا هذا العدد مكتوب بالحروف. سوف نحدد العدد الذي يوافق هذا العدد. تلاتة ملايين وخمسة عشر الفا وخمسمائة واربعة. سوف نكتب هذا العدد. اذا تلاتة ملايين. اذا تلاتة ملايين. وخمسة عشر الفا. وخمسمائة واربعة. اذا تلاتة ملايين. خمسة عشر الفا. وخمسمائة واربعة. نبحث عن هذا العدد. اذا تلاتة ملايين خمسة عشر الفا. خمسمائة واربعة. اذا هذا هو العدد المقصود. نلاحظ هذا العدد. تلاتة ملايين مئة وخمسون الفا. وهنا لدينا خمسة عشر. مئة وخمسون الفا. هنا لدينا خمسة عشر. هنا خمسة عشر. كذلك لدينا خمسة عشر. ولكن نقارن خمسمائة واربعة هنا اربعة وخمسون. وهنا خمسمائة واربعة. اذا هذا هو العدد الذي يوافق العدد المكتوب. وبهذا نكون قد انهينا درسنا هذا. والى درس جديد بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.